إذن مشاهدين الآن ينضم معنا مدير العلاقات والإعلام في مديرية الدفاع المدني العقيد رحمن حسين أهلا بك سيد رحمن إلى نشرة الرئيسة يعني بداية ما هي استعدادات الدفاع المدني لمواجهة الحرائق لا سيما في فصل الصيف نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لقناتكم الكريمة طبعا بداية كل موسم الدفاع المدني يكون مستعد للحوادث وباعتبار أنه هذا عملنا الأساسي تكون هناك حزمة وصايم وإرشادات خاصة بالوقاية والسلامة لكافة المنشآت الحقيقة قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 الماد دعش الفقرة السادسة على دفاع المدني إجراء الكشوفات هذه الكشوفات هو تثبيت متطلبات الوقاية والسلامة لكافة المنشآت والقطاعات من ضمنها الفنادق ومن ضمنها المعامل المصانع الدوائر حتى دوائر الدولة الدفاع المدني طبعا هو مستعد على طيلة أيام السنة يعني ما عدنا إحنا موسم خاص نستعد به الكشوفات مستمرة طيلة أيام السنة الاستعداد مستمر طيلة أيام السنة ولكن هناك بعض الأوقات ترتفع بيها وتكون نتيجة لارتفاع درجات الحرارة ولتباطئ وإهمال بتنفيذ وصايا وإرشادات الدفاع المدني الخاصة بالوقاية والسلامة متى ما يتم تنفيذ هذه الوصايا وهذه الإرشادات راح يكون طبعا السير آمن وتكون المنشآت آمنة احنا لاحظنا خلال الربع الأول من عام 23 هناك 4413 حادث والربع الأول من عام 24 3051 بانخفاض 1362 حادث يعني هذا الانخفاض واضح للعيان ونتيجة للدعم الكبير من السيد رئيس الوزراء وسيد وزير الداخلية ومتابعة من السيد مدير الدفاع المدني اللواء الحقوقي محسين كاظم عليك في هذا المجال سيادة العقيد أهلا بك مجددا إلى النشر الرئيسة وأسألك عن المخالفين لشروط السلامة الذين لا يلتزمون بشروط السلامة كيف تتعامل معهم فرق الدفاع المدني بعد تسجيل الحرائق نعم سؤال جيد الدفاع المدني يكشف على المنشئة أو المصنع أو العمارة أو المخازن يسمونه كشف أول هذا الكشف الأول يتم تثبيت متطلبات الوقاية والسلامة بعد فترة راح يتم يسمونه كشف متابعة للكشف الأول راح نشوف هذا صاحب المشروع هل تم تنفيذ متطلبات الوقاية والسلامة؟ إذا تم تنفيذه فهو راح يكون بالخط الآمن إذا ما نفذه راح يحال إلى جلسة الفصل جلسة الفصل عبارة عن محكمة مصغرة داخل الدفاع المدني يرأسها السيد مدير الدفاع المدني وعضوية ضباط قانونيين هذه المحكمة تناقش ملف هذا المشروع لماذا لم يتم تنفيذ هذه المشاريع؟ طبعا وفق المادة عشرين من قانون الدفاع المدني يأما يتم تغريمة أو يتم منحة مهلة يعني مثلا صاحب مشروع نفذ سبعين بالمئة من المتطلبات هذا راح ننطيه مهلة أضافية ننطيه أن نمدد للمهلة ثلاثين يوم أو ستين يوم أو تسعين يوم طبعا حسب قانون الدفاع المدني المرقم أربعة وربعين ستفين وثلتعش هذه وإذا ما امتثل لقرارات جلسة الفصيل أو هذه المحكمة المصغرة طبعا راح يحال إلى المحاكم الجزائية لطبعا يكون تحت طائلة القانون نعم الكشوفات مستمرة على طيلة أيام السنة وعلى كافة المنشآت كافة سواء الحكومية أو المختلطة أو القطاع الخاص نعم سيد رحمن يعني ساندويتش بانال هددت الكثير من المؤسسات يعني ما خطتكم لمنع تكرار الفواجع بسبب هذه المادة أو لأسباب أخرى طبعا الدفاع المدني لم يكن مكتوف الأيدي حيال هذه الحوادث اللي مرت يعني اشتغلنا بعدة خطوط أو عدة اتجاهات أولا قدمنا مخترح لمجلس النواب بتعديل أربع مواد وأضافة مادتين لأنه هذا التوسع العمراني الكبير وبناء التجاوزات العقوبة لا تتناسب مع المخالفة هذا التعديل راح تكون عقوبة أشد للمخالفين ونتمنى أنه يتم التصويت عليه أضافة اشتغلنا على الخط التوعوي والإرشادي للمواطنين تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإدخال مفاهيم الدفاع المدني بضمن المنهاج باعتبار الطلبة أكبر شريحة بالمجتمع ويتم إرسال 186 تدريسي للدفاع المدني إدخالهم دورة لمدة 30 يوم وتزويدهم بكتاب كتيب المختصر في الدفاع المدني ليتم إدخاله بالمنهاج أيضا وزارة التربية نفس الموضوع راح يتم إدخال هذا المنهاج بالمراحل الدراسية السندويج منال طبعا لا يمكن الدفاع المدني يوافق على البناء بالسندويج منال هذه المادة القاتلة الخانقة سريعة الاشتعال الحقيقة تم تشكيل فريق عمل برئاسة السيد المدير وتم اختبار مادة سندويج منال مقاوم للحرارة يتحمل درجة حرارة 750 درجة مئوية وكان ناجح جدا المخالف يحال إلى جلسة الفصل وإذا ممتثل إلى جلسة الفصل يحال إلى محكمة المختصة لنال جزاعة سيادة العقيد سيادة العقيد نقطة مهمة أود التوقف عندها وهي الحرائق المفتعلة هناك حديث عن نشوبها للحصول على تعويض كيف تتعاملون مع هكذا حرائق طبعا هذا الموضوع إذا ناخذ إحصائية لعام 2023 60% من أسباب الحرائق هي التماسي الكهربائي أما إذا ثبت أنه راح يكون مفتعل لما تفضلت بي جنابك طبعا راح نطلب التحقيق من الجهات التحقيقية وراح يكون تحت طالث القانون هذا مخالف للقانون ويعتبر فعل متعمد أكيد راح نطلب فتح تحقيق بالموضوع وراح يكون تحت مسالة القانون طبعا أي مخالف نعم مدير العلاقات والإعلام في مديرية الدفاع المدنية العقيد رحمن حسين شكرا جزيلا لانضمامك معنا ترجمة نانسي قنقر